مع التجاهل المستمر من أنقرة لتحذيرات وتهديدات الاتحاد الأوروبي ترفع فرنسا الصوت باسم الأوروبيين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ينتقد سياسة نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر التصعيد الفرنسي يتخطى الخطابة إلى استراتيجية التعاطي مع تركيا وتحديدا في التخلي عما وصفه ماكرون بالدبلوماسية الضعيفة فهل يتحرك الأوروبيون لردع أنقرة؟ وما هي هذه الدبلوماسية القوية التي يقصدها ماكرون؟ نرحب بضيفنا من باريس الكاتب الصحفي مصطفى طوسة أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار بداية ما الذي يقصده ماكرون بالتخلي عن الدبلوماسية الضعيفة مخاطبا للأوروبيين؟ نعم هناك رسالة واضحة من الرئيس إيمانيو الماكرون كان ينشرها منذ عدة أيام وأكدها اليوم في قمته مع أنجيلا ميركل وهو أن على الأوروبيين أن يبعثوا برسائل أكثر حزما للقيادة التركية التي تجهلت كل الرسائل التي بعتت على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وهو يقول وصراحة يقول نحن نواجه وضعا ونواجه رجلا ونواجه قيادة هي عامل لا استقرار وعامل فوضى ويمكن أن تشعل حرب في المنطقة لذلك يجب علينا الآن أن نعالجها بأي طريقة كانت عن طريق العقوبات الاقتصادية التي يدعو الدول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذها تجاه طيب أردوغان أم عن طريق الاستعراض العسكري وما كان إرسال البواخر العسكرية الفرنسية إلى لدعم اليونانيين ما إلا رسالة في هذا الإطار اليوم خلال هذه القمة ظهر هناك خلاف في المقاربة وليس في الأهداف الاستراتيجية بين أنجيلا ميركل وإيمانيول ماكرو إيمانيول ماكرو لديه قناعة بأن مع طيب أردوغان ليست هناك لغة يمكن أن يفهمها إلا لغة العقوبات الاقتصادية الصارمة والاستعراض العسكري بينما أنجيلا ميركل تقول بأن يجب علينا أن نلجأ إلى وسائل أخرى لنحقق نفس الأهداف وهي تراهن على الوساطة بين اليونان وتركيا تراهن على قدرتها في إقناع طيب أردوغان بالعودة والتراجع عن سياسته العدوانية في الشرق المتوسط وفي ليبيا هذا ريحان ألماني لكن ليست قناعة فرنسية حاليا دعنا نراجع بعض ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في مقابلته حيث قال أن أردوغان ينتهج سياسة توسعية لا تتفق والمصالح الأوروبية وتشكل عاملا مزعزعا لاستقرار أوروبا ويضيف أن على أوروبا أن تتصدى للتحركات التركية وجها لوجه وأن تتحمل مسؤولياتها وأضاف أيضا يقول أنا لست مع التصعيد لكن بالتوازي أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة إذن هناك من يقول بأن الرئيس ماكرون لديه مشكلة مع تركيا هي فرنسية تركية لذلك ألمانيا وبعض الدول الأوروبية لا تقف خلفه مباشرة لأنه يعتقد بأن تركيا تتنافس مع فرنسا في أفريقيا في مناطق أخرى وبالتالي هي ليست فقط مسألة شرق المتوسط في خلاف تركي فرنسي مباشر نعم يعني الموقف الفرنسي لحد الساعة ينظر إلى الحقيقة وهي حقيقة واضحة للعيان بينما الموقف الألماني يحاول أن يغلف هذه الحقيقة ويحاول أن يقنع إردوغان بطريقة دبلوماسية وسياسية للتراجع الفرنسيون وصلوا إلى قناعة انطلاقا من كل الخطوات التي اتخذها إردوغان في شرق المتوسط في ليبيا في إفريقيا وفي بعض المناطق الأخرى بأن إردوغان لا يفهم لغة الدبلوماسية وأنه يعني عازم على إنزال نظرية التمدد وبسط نفوذه في إفريقيا وفي المتوسط كيفما كان التمن الذي سيكلفه لذلك هناك قناعة واضحة من طرف الفرنسيين بأنه حان الوقت لكي يواجه إردوغان بطريقة حازمة أنا لا أقول بأن الرئيس مانيويل ماكرون يحبد الحل العسكري كأولوية هو يعتقد أنه إذا دخلت معه ألمانيا في منطق العقوبات الاقتصادية فإن ذلك سيكون كافي لإقناع إردوغان بأن من مصلحته إعادة النظر في سياسة الاستراتيجية واضح الدور الألماني حاسم في هذه النقطة مهم بالنسبة حتى لتركيا لكن هناك من يقول بأنه ليست أي ألمانيا أيضا التي ترى الأمر من وجهها مختلفة وإنما هناك العامل الأمريكي الذي يسمح لتركيا بالتمدد في ليبيا في مصالحها وبالتالي إلى أي دور برأيك هذا الموقف الأمريكي يزيد من هوة الخلاف بين ألمانيا وفرنسا بشأن تركيا ودورها نعم الدور الأمريكي يلعب لعبة بين قوسين سياسيا قذرة فهو يرى في التحرك التركي في شرق المتوسط وفي إفريقيا أنه يضرب عصفورين بحجرة العصفور الأول أنه يعقد اللعبة الروسية في المنطقة كما شاهدنا ذلك في سوريا وفي ليبيا العصفور الثاني وأنه يشغل ويضعف الاتحاد الأوروبي ويجعله يتخبط بين قوسين في تناقضاته بين فرنسا وألمانيا لذلك هذا شيء لصيق بسياسة مقاربة دونالد ترامب الذي كان يحلم منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن يفكك الاتحاد الأوروبي وأن يضعف مفاصله شكرا جزيلا لك ضيفنا من باريس الكاتب الصحفي مصطفى طوسا